بشرت بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في الخامس من نوفمبر الجاري بين الحكومة الشرعية وقيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بإنهاء الانقسام العسكري الحاصل في المحافظات الجنوبية وخصوصا عدن وتوحيد الجهود من أجل محاربة ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة لجميع المدن والمؤسسات الحكومية لكن إلى أي مدى يمكن أن يخرج هذا الاتفاق اليمن من حالة التوتر وكيف يمكن أن تنجح حكومة المناصفة في إنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري فبعد مرور نحو 20 يوما وصلت إلى عدن يوم أمس الجمعة لجنة عسكرية تضم ضباطا في وزارة الدفاع وبرئاسة قائد لواء النقل العميد أمجد خالد القحطاني وكما هو في اتفاق الرياض الذي رعته السعودية والإمارات فإن مهام اللجنة هي سحب السلاح الثقيل من معسكرات المجلس الانتقالي وضم قواتها إلى وزارتي الداخلية والدفاع ونقلها إلى جبهة القتال كما ينص ملحق الاتفاق العسكري على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبيا وشبوى منذ بداية شهر أغسطس إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة وحتى لو نجحت هذه اللجنة في تنفيذ الترتيبات العسكرية فإنها ليست إلا جزءا من اتفاق متعدد الزوايا والأطراف والذي قد ينجح في تطبيق جزء منه ويخفق في جزء آخر